في إطار مكافحة الهجرة غير شرعية عبر البحر تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجزائر شاطئ من وضع حد شابكة مختصة في تنظيم الحالات الهجرة وهذا بإداء استيلام 24 شخصا مرشحين للهجرة غير شرعية من طرف حراس السواحل بجزائر حيث باشر أفراد الفرقة التحقيقات والتحريات من أجل تحديد هوية منظمي هذه الحالات السرية ووضع حد لها بعد تنشيط أنصر الاستيلام واستغلال المعلومة المتوفرة تمكن محقيق المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لجزائر من التوصل إلى هوية المنظمين البالغ عددهم أربعة أشخاص تتروح عمارهم مما بين 22 إلى 40 سنة يقومون بتنظيم رحالات سرية منظمة مع استيلام مبالغ مالية تقدر بـ 60 مليون للشخص الواحد خلال هذه العملية تم حز قارب مع محرك بحري لنقل الأشخاص هواتف النقالة صدريات النجدة مخزن بنزين بعد استكمال تحقيق سيتم تقديم المعنيين أمام جهة القضائية المختصة